اهلا برج الاسد. اهلا بكم في قراءة عامة. انا شايفة هتكون قوي. شايفة كمان ان انت في تواصل عالي وان انت هتقدر تسيطر على الافكار اللي في دماغك. دي الطاقة بتاعتك. وكمان شايفة في نجاحات جيالك. يا برج الاسد. انا اه شايفة جروتك اه كويسة. اه شايفة كمان اه في اه فترة الماضية كان في حزن. والحزن ده اه هو المفروض انه هو اه دليل على اليأس اه او اه الغضب الانسحاب الخسارة. فشايفة ان كل ده اه هينتهي دي مرحلة اه وهخلصت او انتهت وهتطلع منها. اه اه. في العاطفة انا شايفة اه ان الامور اه اه غمضة بالنسبة لك. اه 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 الشريك اه اه شايفة اه حتة عند. من حد فيكو. في اه اه حس المصطقة عندك قليلة. اه شايفة كمان فيه علاقة اه سلاسية. شايفة الشريك او علاقة سلاسية بصفة عامة موجودة. قد يكون الشريك دخل فيه علاقة سلاسية. لكن هي اه مش حسها حاجة يعني اساسية. اه اه اعتقد ان هي حاجة عابرة. اه شايفة ان اه انا شايفة جو اساري اه شايفة سعادة. شايفة اه اه هتنتهي. اه حقيقي الواضح ان هي مش قريب. يعني هي مش هتبقى حاجة قريبة. لكن فيه انت هتعرف تعدي. اه واعتقد ان الشريك بيسابق الزمن. علشان يوصل لك. اه هو بيحاول على قد ما يقدر. زي ما قلت انا شايفة ان فيه طرف عميد. اه انت دماغ تنشفها شوية. اه على قد ما على قد قوتك وعلى قد ما انت بتغفر وبتسامح. اه لكن بتوصل لنقطة اه استوب. اعتقد انت وصلت ليها اه في اه العلاقة بتاعتك. اه اعملت استوب. واعتقد ان هتبقى فيه بداية اه جديدة اه بينك وبين اه الشريك. اه زي ما قلت. اه انت اه بتشتغل بدماغك. انت اه حاليا اه الفترة اللي مركز فيها كل تفكيرك. بتحاول تعمل اه توازن في حياتك. التفكير عندك هو اللي هيبقى غالب على الفترة اه الجاية. زي برضو ما كانت الطاقة بتاعك قالك. اوكي? الشغل كله ان انت بتحاول اه الافكار كلها اللي دايرة في دماغك. انت بتحاول ترتبها. بتحاول تشوف ايه المفيد. ايه الصالح بالنسبالك. اه اللي انت عملته ده صحة او غلط. اه تصرفاتك. اه شايف ان انت ماسك. عرفت تحطي ايدك على نقاط الضعف. نقاط القوة الموجودة عندك. اه انت غلطت في ايه? هتتخلى شوية. انا شايفة كمان ان انت هتتخلى شوية. اه عن العناد بتاعك. انت عنيد جدا. اه ما بتحبش حد يغلط فيك. اه زي برضو الشريك بتاعك. اه هو على قد ما بيحبك. اه لكن في عنده اندفاع. اندفاع متهور متسرع. وانت اه كان مضيقك اه الحاجة دي جدا. انت انسان اه زي ما قلت في عندك اتزان عقلي. اه انا هنا شايفة العقل. كمان اه الكروت بتقول ان العقل غالب عندك الفترة الجاية. الفترة الجاية هي فترة اه يعني انت معلية معلية تفكير عندك او انت اه الفترة اللي فاتت كلها انت بتسمع الصوت اه اه اللي جايد من عقلك مشي. فانت تعيبت. انت حسيت ان انت اه يا ربي هو انا غلطان. في حاليا انت في فترة مراجعة مع نفسك. انت بتراجع نفسك. لكن انا شايفة انا شايفة والكرود بتقول ان هينتهي اه هو مش قريب. اه مش هتكون قريب. اه مع الشريك. اه طيب نشوف انا عايزة شوف. الان. انت. اه. اه. كل اه. اه. يعني حاجة برزة او اه مشكلة كبيرة بالعكس اه. 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 شايفة اه. كمان يعني استقرار. شايفة ان امورك مستقرة. فانت تعب نفسك. انت تعب نفسك. يعني. اه. اه. احتقد كل مشكلتك في الحياة تضخيم اه. اه. المشكلة. ممكن تبقى مشكلة صغيرة جدا. اه. ومن كتر ما انت بتفكر. اه. فحاول تهدي. اه. اه. تهدي وتسيطر على طريقتك في التفكير. اه. ادي فرصة لقلبك. ادي فرصة لقلبك. ما يغنيش عن ان انت اه. اه. تفكر. لكن ادي فرصة اه. للشريك. لان هو شريك. شريك بيحبك قوي 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 قوي. اه. اه. اتخلص من العناد. حاول ان انت اه. اه. تكون مرن. يعني شوية مرونة كده. اه. اه. هتفتاح. اه. شايفة كمان اه. في حق هيرجعلك. في حق هيرجعلك. وهيرجعلك قريب قوي. اه. انت اتعرضت لظلم. اه. اه. وبطبيعتك ان انت اه. اه. بتفوت كتير. اه. بس اه. ربنا معاك. يعني ربنا واقف جنبك. ربنا هيرجعلك حقك. هتفرح. هتفرح. انا شايفة اه. اه. في محاسبة. اه. في محاسبة. وانت هتشوف الحاجة دي بعنيك. اه. انت تكسرت. انت. يعني. قلبك مجروح. انت حاسس بجرح. لكن. في انتصار. في انتصار. في رعاية. انا شايفة اه. 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 هيردلك الحق بتاعك هتبقى قاعد ونبسوط. اه. عايزة اقول الحقك هيجي لك وانت حطت رجل على رجل. الحق هيرجعلك وانت قاعد حطت رجل على رجل وقريب قوي. يعني هتشوف بعنيك الحاجة دي. اه. قريب قوي. اه. في كمان اه شايفة. اه بالنسبة ليه اه اللي بيشتغلوا. اه في العمل. اه. اه. في شايفة اه بعضكم بيشتغل في شراكة. او مش هنقول شراكة يعني. زميلك في العمل. لو انت بتشتغل في مكان. فزميلك في اه العمل. اه. اه. في كلام اه بيتقال من وراك. اه. وانت. اه كعتك. صابر. متحمل. اه. اه. انت روحاني. انت انسان. اه روحاني. اه. صابر ومتحمل. اه. وزي ما قلت اه. ربنا واقف معاك. والحق هيجي لك لغاية عندك. اه. ففي شوية مشاكل هتبقى اه موجودة. اه. انا مش شايفة وشاية. شايفة نقل الكلام. وشاية ونقل الكلام في العمل. لكن انت اه. ربنا هيقدرك وهيقى في جنبك والحقائق كلها. اه. هتظهر. انت منتصر. انت منتصر. انت بقوتك. اه. اه. انت انسان جد. يعني. اه. على قد الطيبة. على قد الحنان. اه. على قد. اه. اه. كل حاجة حلوة. اه. لكن انت انسان عقلاني. اه. مش بتدي فرصة. اه. يعني عايزة اقول ايه. انت مش بتاع كلام. يعني لا 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 بتقول كلام ولا يعني الكلام بيعدي قدامك. اه. وفي كمان. يعني نقدر نقول لا. هي كلها هوائية. ده التقاط اللي حواليه. اه. هوائية كمان اه. شايفة. اه. يبرز. دامي برج اه. الميزان. اه. وفي حمل. حمل وميزان هما اه اللي ظهرين ودول اعتقد هيكونوا الشريك. الشريك يا حمل يا ميزان. كمان. آآ شايفة. زي ما قلت انت آآ آآ روحاني آآ رغم الضغوط آآ لكن انت بتلجأ آآ لربنا. آآ مش مدي. آآ لا هي مقصرة. هي مقصرة عليك من جوة. آآ الكلام والقيلة والقال آآ آآ مقصرة عليك. وآآ ومخليها التفكير عندك آآ آآ يعني انت من كتر خلاص حاسس ان لقيت استوب. استوب. انت عامل آآ مع نفسك. آآ وبتحاول توازن الامور الفترة الجاية. آآ شايفة كمان آآ يعني عايزة اقول انت بتحاول تهزب نفسك. آآ الحاجات اللي انت مش شايفها ضرورية او ان هي ضرة في حياتك. آآ سواء عادات انا شايفها قدامي. في عادات سيئة موجودة عندك. انت بتحاول تتخلص منها. آآ انت بترتقي بنفسك. انا شايفة آآ الفترة هي مرحلة الارتقاء بالزات. آآ انت آآ روح نياتك عالية قوي آآ قدامي في اغلب الكروت بتقولي كده. آآ آآ وشايفة ان مجهودك مع نفسك هيكلل بالنجاح. هتقدر تسيطر. آآ شايفة الشريك لو في علاقة ثلاثية فهي علاقة عابرة ما تقلقش منها ما تخافش. دي علاقة يعني عابرة. لأ ما لهاش اي معنى. بس في علاقة. الشريك هيدخل في علاقة ثلاثية. آآ ما تلتفت لهاش حاجة كده وهتعدي آآ شايفة للمنفصلين او آآ العزاب او المطلقين. انا شايفة فيه آآ رجوع. آآ بعد ما هتصبط آآ دماغك. لان انا زي ما قلت التفكير هو الغالب عندك. بعد ما تقدر تسيطر آآ على افكارك. الافكار افكار 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 كتيرة. بعد ما تقدر تسيطر عليها. آآ الحقيقة تبتدي آآ تتفتح قدامك. آآ تظهر قدامك. آآ آآ امورك آآ هتستقر. آآ نصحتي ليك. ما قدر اقولها لك. آآ آآ الصوت اللي بيجي لك من عقلك اللي هو التفكير. آآ خليك. زي ما انت قوي. زي ما انت برج القوة رمز القوة. فانت سيطر عليه. ما تخليش هو اللي تدمر حياتك. لأ. خد من التفكير. آآ اللي شكرا لكم. موسيقى اشتركوا في القناة